الارقام بقى القصة كانت كالتالي القصة كلها انه عرض النادي الاهلي كلها كانت مفاوضات شفاهية ما كانش فيه الاهلي ما بعتش اوفر وترفض لكن كلها كانت مفاوضات تعرف دايما النادي الاهلي ما بيبعتش عرض رسمي اللي ما بيتم حسم الامر الشكلية او الشفاهية التفاوضية فالرقم كالتالي وتفاصيله يمكن لأول مرة التفاصيل ده يتقالى كريم حتى النادي الاهلي لم يعلن عنها الاهل اللعيب خلص لكن لم يعلن عنها رقم واحد اللعيب النادي هيتقاضى مليون وتمنمائة ألف يورو هيقصمه مناصفة النص الأولاني هيدفع مباشرة بعد اكتياز اللعب لكشف الطب في القاهرة اللي هنجيله النقطة اللي جايبة على طول النص التاني هيتم سداد المتبقي تقريبا مئة ألف دولار كل ثلاث شهور مئة ألف دولار يعني الأهل هيسدد باقي السابقة على سنتين وده كان من ضمن المرونة اللي كانت موجودة عند النادي واللي ساهم فيها اللاعب من رغبته في النواية تواجد في النادي الأهلي وطبعا هو أكبر رقم للاعب يتباع من فريقه وهو تاني أعلى لعب كما تسوقية داخل الفريق الرقم ده كان أعلى لعب يتباع بمليون وتلتمائة ألف مليون وتلتمائة ألف ده أعلى رقم يتباع بيه لعيب من نادي سيريس سويدي لأي نادي سواء داخل أو خارج السويد اللاعب نفسه هيتقاضى عشان بس نقطة دي هقف عندها عشر ثواني الناس بتتكلم دايما أن الأرقام ليه بتتفاوت حتى لو المعلومة صحفة دي يقولك العيب هياخد مليون دولار ما عنديش قد أزمة لكن كل واحد بياخد الأمور من زاويته هتحسب السوقها بالبونس؟ مفيش سوقها بتحسب البونس فهي بالحوافز اللي هتحطي للعيب بالمناسبة من ضمن الحوافز دي في بعض الحوافز تم إضافتها عشان ناس تقول مليون دولار إضافتها من العام التاني عقده مكتوب فيه مثلا في العام التاني في بطولة خمسة وعشرين إن الأهل لو خكس على الأمور من دايما مثلا يعني هياخد رقم معين طب ده لسه في خمسة وعشرين يعني لسه في السنة التانية بعد مرور سنة ونصف وعدد هدف معينة وعدد مشاركات معينة فكلها دي لا يتوضع على فجأة ده بيحصل كثير من اللعيبة في التعاقدات في العالم دلوقتي طبعا طبعا لازم يتحط في حوافز طب الرقم السابت دايما هنح بنتكلم عن الرقم السابت اللي اللعب كده كده هياخده هياخد 600 ألف دولار العيب ياخد في إيدو في حوافز توصله المليون دولار لكن الرقم السابت في إيدو هو 600 ألف دولار دا اللي اللعب هتقضع في موسمه الأول يعني الموسم القادم ودلوقتي فيه نص موسم باتكلم عن الموسم اللي جاي 600 ألف دولار دا الراتب السنوي والنص دا العوب براش والنص دا هياخد 350 ألف دولار عظيم توصل 400 لأن الأهل بقاله اتبع سنة ودأي ممكن من أول مرة نقول الكلام دا تبع سنة جديدة أنه قبل كده كالأهل بيطلع للوكيل الرقم من خزينة النادي الأهل لازم تقول لي حكاية القلب حكاية الكورونا اللي عاملة لغة كبيرة جدا 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 نعرض فيه صورتين هنعرضهم ده تقرير الاتحاد الدولي بعد فترة الكورونا معدت عن أي لعيبة اللي بيجي لها مضاعفات ما بعد الكورونا هنعرض الصورة الأولانية اللعيب الأصيب في عام 21 في سنة 21 وسام أبو علي طلع بوزة في كورونا سنة 21 الصورة اللي بعديها على طول ده يا كريم اللي بيخلي اللعيب بيتشخص ده تمت zwischen لجنة الطبية في الاتحاد الدولي اللعيبة ليه بتتشخص إنه عندها مشكلة في القلب أو temperatures أو عندها مشكلة في التنفس أو عندها مشكل في غيره لأن المعدلات اللي بتتحسب على والشعر ماندخلش الناس في مصطلحات الطبية يعني المعدلات اللي بتتحسب على قدرته على التنفس وبزل المجهود بتتحسب له وتعمله إيكو أو جهاز لقياز ضربات القلب أو معدلات القلب بالمجهود وفي الرسط بيتعمله فكل النسب دي عمالها بتزيد الرسم الباني عشان ما نصدعش الناس يعني الرسم الباني عمال بيزيد وده بالنسبة ليه قدرة على التنفس ومورس السترائد بتعمله الهارت ريت او معدلات الضربات القلب او معدلات القلب عاملة ازاي بتلاقي ان الارقام كلها بتزيد طب ده المدة قد ايه وده نقطة المهمة والشاهد في الامر كل مدة سنة اللعيبة لما قاسوا كل اللعيبة اللي جاء لهم كورونا او معظم اللعيبة جاء لهم كورونا خدوا التقارير بتاعيتها من التحداتها لقوا ان اللعبة دي بتقعد تعاني نوعا ما سواء كتير او ليل لمدة موسم كامل طيب هاتي السورة اللي بعديها على طول عارف انت الوقت بيجري منك ده دي المشاكل اللي الناس كلامت عليها سواء مشاكل في القلب او مشاكل في التنفس كانت في سبتمبر واحد وعشرين وفبراير اتنين وعشرين روح للسورة اللي بعديها على طول طب نشوف بقى ما بعد الفترة دي اللعيب لعب قد ايه دي المباريات اللعيب لعبها الراجل لعب في توتل تلاتة وعشرين سنة تلاتة وعشرين خمسين مباراة لعب في تلاتة وعشرين خمسين مباراة فبقى باكيد اللعيب ما عندوش مشكلة وهو هتدفر ايه تو روح السورة اللي بعديها على طول السورة اللي بعديها على طول دي كل المباريات عشان ناس تتكلم دي كل المباراة اللي عبها الخمسين اللي عبها في 2002-23 روح السرع اللي بعدها على طول. سرعات المباراة. هتيجى السرعات المباراة في المباراة روح كمان. السرعات التالت تالت سرعات.خمان اخر مباراة العبها يا كريم. لا يرجع مئل侵خي. اخر مباراة العبها كانت يوم 23 نوفمبر سجل هدفين كانت 23 نوفمبر. والكركب الجار. يعني من من اقل من شهر ونص. اخر. ten two. عشرين نوفمبر الجاري. الراجل سجل هدفين في اخر مباراة ده تلاتين اكتوبر. اخر الصورة في صورة بعدها مباراة رقم تسعة عشرين. الراجل لعب تسعة وعشرين مباراة فيما يخص فريقه الحالي. اخر حاجة بقى يا كريم في دقتين. وبعدين يبقى لنا. اه. في دقيقة. في دقيقة. عشان احنا نتكلم. لا نتكلم على لعيب آآ فنية اللي مدت دقيقة. ويبقى لنا قاعدة تانية. ان شاء الله. نتكلم على العيب تفصيليا. آآ بالاسبوع اللي جاء ان شاء الله. العيب بيلعب سنتر فروت. الاهل امترجة سنتر فروت. عشان اتكلم كتير انه بتحرك برا الصندوق. ايه الصورة اللي بعدها على طول? هتكلم على حالتين اتنين فاربع صور. الراجل يا كريم تحركاته جوال تمنتاشر. هو خليط ما بين مودست وكهرباء. ليه? لانه لا. الراجل السنة دي صانع سبعتاشر فرصة محققة لزميله. وهو راجل فروت. راجل سترايكر صريح بيلعب جوال بوكس. اتنين هو هداف الموسم الماضي فيما يتعلق بدربات الرأس داخل الدوري السويدي. اعلى لاعب سجل. سجل اربع اهداف من دربات رأس. هو اعلى لاعب في الدوري السويدي بالكامل. فهو مهاجم صريح روح للصورة اللي بعدها على طول. اه بتحركاته جوال تمنتاشر كيف ترك هو خليط. هو العيب خفيف الحركة. بياخد ده من الخطوطين او التلاتة جوال تمنتاشر وبيشتغل مع المجموعة كرة اللي بعدها هتلاقي بيسجل هدف من الجناح السورتين اللي بعد يوم على طول. هتلاقي بيسجل هدف من حناك تحركاته دايما. لكن بياخدوا الخطوة دايما قبل المدافع. شكرا قلتلك هو خليط ما بين مودست وخليط ما بين كهربا. لان راجل يجيد دربات الرأس. هو مركزه او الشغل اللي بيشتغل كله جوال تمنتاشر. واخيرا يجيد الحركة واللعب مع زميله. فهو شبيه بكهربا. علشان كرة قلتلك هو خليط ما بين الاتنين. وهيجد فيه مارسي الكولر ضلته بكل حال من الاحوال. لانه يقدر يشغلو كده ويقدر يشغلو كده. ويقدر يشغلو كده. ووقع صفقة نكحة. بإذن الله صفقة نكحة. لعيبة عنده 24 سنة. وانا عارف ان معاكش وقت. لكن التقريب اللي احنا كنا تكلمنا عليه بتاع الكورونا من شوية. الناس كلها بتتكلم. سنة دي للعيبة اللي عدت التلاتين. فهو رجل 24 سنة تعافى وسالين مليون في المية. والاهلي عمله الكشف طب دقيق جدا جدا. كامل. وظن الناس تفتكر صفقة عزي عقوبو. الموسم الماضي كان عندهم شك. ولو بسيط. وراجل تقال لك كسر الدنيا في الصين. لكن قفلوا الصفقة. فانا ان شاء الله توقع له النجاح بشكل كامل مع النادي. لان شكرك عشان حكتين. اشكرك. اشكرك مرة اخرى ان انت انفردت بالخبر ده. شكرك. تاني حاجة ان انت سريع جدا وانت بتتكلم. اشكرك كريم.